كده ربنا جبر بخاطر النادي الاهلي جبر بخاطر الهلي جبر بخاطر ادارة النادي الاهلي. انجازات كبيرة بتحقق في النادي الاهلي بطولات اعزها تحقق لنادي الاهلي. بص لك احب端اني يعني احيان ان ربنا سبحانه وتعالى بيديك من واسع بيرزوقك من غير حساب لانك اجتهت لانك تعبت لانك التزمت لانك عندك قيم عندك مبادئ عندك اخلاقيات عندك طريق محدده نفسك ومشي على ايه. بتشوف اخطائك بتصلحها مش بترمي اخطائك على اخرين فبتصلح في ا عشان توصل لها هدفك. بتقتاهد طول الوقت. عشر ربنا يوصل لك في النهاية للنتيجة دي. زي مثلا طالب في السنوية العامة بيذاكر طول السنة. ممكن يحصل له برده في آخر آآ 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 عن دي ليه من الانتحاد. أكد ربنا مش هيسيبه ولا يتخلى عنه يعني. فربنا بيديه. ربنا بيديك من واسع. بيديك الدوري. ودي بطولة انت معتد عليها بفرق كبير جدا. بيديك دور الابطال البطولة العظيمة. اللي اللي خلفها مجموعة من البطولات. بطولة كبيرة جدا. وانا من وجهة نظر ان دي واحدة من اعظم البطولات اللي خاتها يقلي في تاريخه. من وجهة نظر. اي ان كانت اي بطولة تانية. حقيقة القرنوب 2006. بس انا اعتقاد الشخصي انها تفوق كمان بطولة افراق. 2006 عظيمة. بس البطولة دي لها مزاق خاص ومزاق مختلف. لانها كمان جات على منافس قوي جدا معك. اللي هو نادي الزمالك. فطعم غالج جدا. وكانت الدنيا مختلفة جدا. لان انا مجهة نظر الاهل لو كان لها قدر الله خطر هذه البطولة. كان هيتأثر كتير جدا 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 بيها. لكن انك تكسب البطولة دي الكبيرة قوي. فعلا بطولة تعتبر الفرحة العظيمة او الفرحة الكبرى الاهلوية. نسميها الجائزة الكبرى. الجائزة الكبرى. او البطولة الكمبو.